اتعاملت مع مدير فني مليدالوف اللي هو البلغاري كانت علاقتك بي ايه؟ ممتازة انا حظك هو اسمع الاجانب اجانب وانا باعتقد الاجانب ليه مميزات قد يكون موجودة اجنبي لا لا انا بكلم على اخلاقه ما كلم لا ما انا عارف انا عارف يعني انا اللي اختارني مصر اليدكوتي انا متعلق له مدرب مصر في تقود دعمه ما اختارني اللي لعبني اساسي كلوتشاي وانا باعتقد في وجود اللعيبة دي موجودهم لأسامك كبيرة لو مدارب مصري انا مش هلعب كان محظي ان يكون مدارب اجنبي فيزا عملت معاه احسن موسم في حياتي نعم كان مدارب اجنبي دون ريفي قبلها سنة 84 عملت معاه احلى موسمين مع مداربين اجانب على فكرة نعم نعم المدارب الاجنبي ده اللي اشتغلت معاه مالدينوف كان عاقتك كويسة جدا يعني انا كنت مخلص الحقيقة هو مالدينوف بلغاريا بلغاريا بس كان لعيب دولي مشهور ايه 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 معروف معروف كان معروف في بلغاريا بالظبط اه الراجل ده اشتغلت معاه سنة كويسة جدا تعلمت منه كتير جدا حقيق يعني موسوعة علمية صراحة استفدت منه كويس جدا مقاريين كتير قوي كمان وبتعلموا كتير قوي اه اه عصر هو الأجنبي بيبكتهاي ده كبير لا وخلي بالك علم التدريب ده بدأ منين من أوروبا برده بالظبط هم سابقنا بكتير سابقنا وبالغالي دي كانت من دول الشرقية كمان اللي كان فيها العلم الزهادة قوي عن اللازم اه بالظبط وكانوا في الفترة دي كرياضة اعطاك هم كانوا متفوقين على العالم كله اه فراف الأسقال بعد الأعاب التانية على العاب الفردية اه بالظبط طيب أنا قبل مقفل الجزئية دي انت كتعلقتك كي بالصحافة لا عايزة أقولك حاجتين بعد كي الحاجة الأولى الرجل كان سفريه كده كان الدول ماقوف عشان منتخب وكان فيه فترة اسبوعين لما عمين المدربين مالدينوف مالدينوف اللي هو كانتشغلت معاه في امبي اخذنا الرابع على فكرة وعملنا نتائق كويسة وأداء كويس جدا انا فاكر في الفترة دي اه قال لي يا محمود انا انت لتعمل برنامج التدريب انت لتعمله اه قلتولي طب دي هبقى فيه صعوبة يعني قال لي لأ انت كويس وعندك قدر انا عند ثقة فيك وعمل لي البرنامج التدريب وقوم سكين تدريب ودرب المجموع فانا برضو عملت حتة كويسة برضو نا لأ عملت البرنامج التدريبي وكان فيه اه ايليا دون نعطى كلام عملت البرنامج التدريبي انت اللي حطيت المحتوى بتاع البرنامج التدريبي واللي هو اللي كان حطوله لا لا اي حاجة سابني خالص ما اردت ليش اي حاجة خالص اكت يعني اما اعتقدت في التوقيت ده انا كان يعني كان عنده قدرة اتكونت شخصيتي اه وانتدقت يعني في الدراسات العليا برضو شوية اه يعني كنت اخدت دبلوما في التدريب الرياضي وكنت بدأ اتساس المسجدير بدرس فيها طب يعني حضرتك بناخد مواد دي بقى اه انا عارف طبعا كل سنة بتدرس مواد دي بتوسع شوية تدريب الخططي اه بالزبط اه ويعاب التدريب والعلم النفس والتحمل والسرعات والكلام العدد المهاري والبدني كل وعلم النفس الرياضي لأساس علم النفس الرياضي كلنا في مصر اهملينه اه طبعا لأساسي طبعا طبعا اه فالمهمة كابتن يعني عملت البرنامج الحمد لله رب ان وفقنا عملته كويس وقابل ما يجي كان فيه ايليا ده كان مساعد معا نمرة ثلاثة اه وكان جاي بواحد اعداد بدني وايليا ايليا ده كان لها في الترسانة وقعد في مصر يا كابتن فاكره فاكر ايليا ودرب بقى اعتقد في كم نادي كده نجوم المستقبل وتعلم شوية لغة عربية ان هو كراجل زاكي ما عرفش موجود في مصر وقعد في مصر فترة طويلة طويلة جدا ولما جي الراجل ده هو بقى نفس البلد ويشتغل معاه قلت له بصوا بقى دلوقتي انا عمل برنامج اعتقد برنامج كويس انا عايز منك خدمة هنترجمه انت بقول مالدينوف ده انت قلت له كده لا قلت الاليا مالدينوف كان في بلده اه خلاص اللي كان قاعد معايا في مصر اه قلت له عملت برنامج كويس بس انا عايزك بقى تترجمهول بقى ترجمهولي بقى قلت له انا هنعمل مش عارف كزا وكزا وكم دقيقة والتخطيط تاك 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 وترجمه واكبت الراجل لما جيه اديته بقى البرنامج باللغة بتاع بلده اه قال لي ايه ده راجل استحكب ده مالدينوف اه مالدينوف اه وعجبه المحتوى زي ما انت حالك قلت المحتوى ده بتاع البرنامج قال لي ايه ده يعني بسط اوه كبتا بسط اوه كبتا لحد دلوقتي فيه مدربين مسكين درجة اولى معرفش يعني هي برنامج تدريبي لا معرفش اه اه ممكن موجودة يعني اه طبعا موجودة هو بسط اوه قال لي انت عملته ده انت بروفيش انت بروفيش ده حاجة ممتازة يعني بس الحاجات اللي هي اما تذكرها برضو الواحد بيحس ما بيعمل حاجة كويسة بقى يعني بنتكر الوحش والحل ام مش هانزين بقى عندنا يا حباط نتكر الوحش بس لا 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 برضو بنذكر الحلوي برضو بنذكر الحلوي اه طبعا يديك برضو ثقة في نفسك طيب